بعدما تكلمنا من قبل على سلسلة الأوبو الجديدة الرينو ثمانية وبالأخص هاتفي الرينو ثمانية برو والبرو بلاس ففي هذا الفيديو سنتكلم على النسخة الأقل وهي الرينو ثمانية لذلك خاطر دعمنا باللايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد والآن هيا نبدأ هاتف الرينو ثمانية جاء بمواصفات جيدة وأفضل من هاتفها السابق الرينو سبعة خاصة من ناحية المعالج ولكن ماذا على السعر؟ وهل سيكون خيار جيد للشراء أم لا؟ كل ذلك سنشاهده في هذا الفيديو الهاتف جاء بتصميم ممتاز ومختلف على تصميم هاتفها السابق الرينو سبعة أيضا سلسلة الرينو ثمانية تأتي كاملة بنفس التصميم تقريبا دون أي اختلاف أيضا الهاتف يأتي بحواف مسطحة مع خمات خارجية ممتازة من الزجاج أما الإطار فيأتي من البلاستيك أيضا الهاتف يأتي بوزن 179 جرام وأما من الأمام سنجد ثقب صغير لكاميرا سيلفي مع حواف كبيرة نوعا ما في الأسفل أيضا الهاتف يأتي بشاشة جيدة من نوع أمولود بحجم 6.43 إنش بدقة الفول أشدي تدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعدل لمس 180 هرتز ولديها معدل سطوع جيد تحت شعة الشمس يصل 300 نيتس أيضا الشاشة تستحوذ على نسبة 84.7% من الواجهة الأمامية ولديها كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش كما أنها تدعم طبقة حماية من نوع كورنغريلا غلاس الجيل الخامس على العموم الشاشة ممتازة ولكن بصراحة في هذه الفئة السعرية ليست الأفضل أيضا الهاتف لا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ولا يدعم منفة 3.5 مليمتر والهاتف يدعم صوت سبيكر عادي وليس ستيريو كما أنه يدعم تقنية الأنفسي وبالنسبة لبصمة الأسبع فهي مدمجة أسفل الشاشة ومن مميزات هاتف الرانو 8 هو المعالج معالج ممتاز رح يقدم لك تجربة آداء جيدة في هذه الفئة السعرية وهو الدامين سيتي 1300 بدقة تصنيع 6 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جي 77 صراحة هذا المعالج يتفوق على جميع معالجات التي كانت في هواتف أوب السابقة لذلك نتوقع آداء جيد لهاتف الرانو 8 أيضا الهاتف يدعم بعدة خيارات للتخزين 188 جيجا مع 8 جيجا رام و256 مع 8 و12 جيجا رام مع ذاكرة من نوع UFS 3.1 ورام من نوع Albi DDR4X أيضا الهاتف يدعم أحدث نظام وهو الاندريل 12 مع واجهة الكولور اس 12.1 أيضا هاتف الرانو 8 يدعم تقنية التبريد وتقنية الهايبر بوست للألعاب كما أنه يدعم زيادة حجم الرام افتراضيا ومن أهم مميزات الرانو 8 هي سرعة الشحن صراحة سرعة شحن رهيبة في هذه الفئة السعرية وهي 80 وات مع بطارية بحجم 4500 ميلي أمبير رح يشحن الهاتف بالكامل في ظرف 26 دقيقة فقط وبالنسبة للكاميرا سنجد ثلاث في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.7 والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل واحدة للعزل والأخرى للماكرو مع فلايش ثنائي من نوع LED أيضا الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والFull HD وأما كاميرا سيلفي فتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل وأما سعر الهاتف 0.588 جيجا مع 8 جيجا رام فجاء بسعر 375 دولار أي حوالي 6.7 ملايين ونسخة 256 مع 12 جيجا رام فجاء بسعر 450 دولار أي حوالي 8 ملايين على العمو هاتف الرانو 8 يقدم وصفات محترمة خاصة من ناحية المعالج ولكن أعتقد أن السعر مبالغ فيه بصراحة بهذا السعر توجد عدة هواتف أفضل منه وأقوى وفي الأخير ما رأيكم في الهاتف وسعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه